اعتماد معايير موحدة تجسد العدالة الاجتماعية في تحديث سلم والرواتب وإنهاء الفوارق غير المبررة ثانياً إلغاء الامتيازات غير العادلة لكبار المسؤولين وغيرهم ومناقلتها للشرائح المحرومة ثلاثاً الإدارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على أساس معايير الدستور والنسبة السكانية للمحافظات والابتعاد عن المجاملات السياسية وآثارها الظالمة أربعة تحصيل إرادات المنافذ والقمارق من خلال آليات محكمة وضوابط رقابية تضمن استفائها التام ومحاربة الفساد الذي يستحوذ على أكثرية إراداتها من مليارات الدولارات علماً إن تقارير جهات خبيرة ومختصة تقدر تلك الإرادات بما لا يقل عن 18 تريليون دينار ولا يستوفى منها سنوياً سوى تريليون دينار أو أكثر بقليل خمسة مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلف ومستحقات عمل شركاتها ما يقارب 30% من مجموعة الإرادات النفطية في حال كان سعر بيع النفط 30 دولار وعلى سبيل المثال فإنما تم تخصيصه لمستحقات الشركات الأجدبية يقارب 15 تريليون دينار لسنة 2019 على الرغم من إن أكثر من نصف الإنتاج النفطي بجهود وطنية سادساً تفعيل الرقابة ومكافحة الفساد الذي يختفي في عنوين عمومية وضبابية مثل المصروفات الأخرى المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية وصيانة الموجودات مما يتطلب تفاصيل أكثر وبيان أوضح للمفردات الداخلة تحت هذه العناوين والأرقام المحددة لكل منها سبعة اعتماد آليات تحقق ورقابة على مزاد العملة لضمان الحفاظ على العملة الصعبة من احتيال الفاسدين من جهة وتحصيل الضرائب بصورة كفوة ودقيقة لتسهم بدعم إيرادات الموازنة العامة ثمانية تقديم وتدقيق الحسابات الختامية للسنوات السبعة الماضية التي لم تنجز لحد هذا الوقت إضافة لمتابعة الملاحظات الجوهرية التي سجلت من الجهات الرقابية على السنوات التي قدمت حساباتها الختامية للبرلمان وصوت عليها بشكل مشروط بالكشف عن تلك المخالفات الجوهرية التي يفترض أن يتم خلال أربعة شهور من تاريخ إقرارها من البرلمان علما إننا في حينها رفضنا التصويت والإقرار بتلك الحسابات المليئة بالهدر الذي يتجاوز مليارات الدولارات ما لم يتم الكشف عن مصير تلك الأموال تسعة دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة تخلق فرص عمل إضافية للعاطلين وتوفر إرادات إضافية لدعم الإرادات العامة للدولة عشرة مراجعة تخصيصات السفارات والقنصريات والبعثات الدبلوماسية والوقوف على الحاجة الفعلية لوجود كثير منها وجدواها سياسيا أو اقتصاديا خصوصا وأن كثيرا منها لم تمارس نشاطا منتجا للبلاد سوى الاستنزاف المالي للموازنة وتوفير هذه الأموال الضخمة للشعب العراقي وتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات دعش ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من سجامها مع القوانين وعادة معادلة الربح بما يحقق إرادات أعظم للدولة العراقية